وسعد سعد 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 أحب عمري وأشأل وحاجر وسعد سعد 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 أحب وحاجر لسالة مي يا أختي لنبي فكرتيني معالي أحبت لن يخرج مني بالسلام يا رب يا رب يا أختي أنا أعمل شاية خليك إلا أنا أعمل وك حامت لا يا أختي أنا أعمل ودينا قاعدين بنتكلم مع بعض شوية كم عشي جوزك نالي لا صاحي فقط مما تبدأ السريع شل الحل أدي رجعيها أولا يا رجعي يا راجعي أنا أعمل شاية سب لك أه هو الحل يقلك أه 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 أعرف يا بيبا أه أعرف أنت فعتي جدعة إيه بقى؟ كيوات مخرجش من يوم الصباحية غري ومن ثلاثة يا رجعي تسكتي أعبدو في البيت دوت بدل من يخرج لنقاديش بتوع إنه بيعندك حالي بس إنتي عاربة بقى إلا عاجبني ومنخشش في نفوكي جدا إيه بقى؟ إنه بيخاف منك راشد بيخاف على زعلي يا فتور مش بيخاف مني يا جامد إنت يا حالي بس زي ما بقولك كث بس إنتي كنت تفتكري إنه راشد بيحبك الحب ده كله يا بيه تصدق إيه لأ أنا قلت هشوف معاه زواد نور بس الحمد لله ربي تخلى في الظنور وطلع طيب وحليب إنتي ما كنتش مندياله فرصة يا أختي إنتي كل ما يقرب منك وتبتك بشين أخبنا اللي بقلب القلوب بقى يا فتور عندك فاقية يا سي الله مين يا جدعان الشاي إيه لا شاي ولا قدر أفضل وقف زياردة قطع كده عايزة فلوس عايزة الدولة عايزة 500 جنيه أشتري ثلاث فرخات وثلاثة كيلو لحمة ومقرنة ورز وكده ولا أقولك تجيب فرخة وكيلو لحمة على ما تشوف لك شغلانة لا خد الفلوس اللي أنت عايزها إن شاء الله تشتري عشرة كيلو لحمة مين change مينجم حلو كصيد الناس هاية عامة أعمل الحديث براحتي قولي لا انا كارين شوية حد حبيبي من الاسم قال لي ان المباحث هنا علي اللي من دوري اه والله طب انا جاي لك ده الوقت يا الله سيدي انت نازل؟ اه يعني مش هار في السريع كده وجاي وفي السريع لي يا اخوي ما انت مبلغ بالك اسبوعين ما تخليها في البطيق كرأي يا فترمانك ما ليه انتي وهو قادينا مستنيين لما ينزل نشوف الشغلان اللي هيشتغالها انا عرف ان انا مش اخلص مني كون نساني اعزوه ايه تلقيح الكلام ده ما هو اقالك خضي الفلوس اللي انت عايزها بتبرطمي كتير ليه؟ ده وليه؟ هي مش هتسكت اصلاحك فتباب فتباب يا بسم الله ما شاء الله يا بسم الله ده انت شكلت معاك كم ما دي كتير الرجل اللي هشتغل معاك مش هكلي هبدأ من بك ان شاء الله طيب الحمدلله يا رب يا فاطل الله انا نزل معاك استنى لما اكل اللغمة دي يخش غير هدومي ونزلها معاك طيب هتجيبي حكتك وترجعي انا رايح على غنوة خليها ايه اللي تجيني جرعي يا رجل انت هو انا علي حكم ولا علي مرأبة مالكو فيكو ايه؟ الله في ايه يا فتون هو قالك ايه؟ يقول الجبيه هتقعد معاكي هنا لا انت عارفة عني غنوة دي مش مصبوطة ولا ما بستريح لها يا سلام يا اخويا وكنت بتستريح لها قوي لما روحت عطا عندها ثلاثة ايام عشان تفرفش وتنعنش هنا لوحدك ايه الغلب اللي انا فيه ده خلاص يفتون خلي غنوة تيجي تقعد معاكي هنا وغراش بنازل يعني هتاخدوا راحتكم على الاخر لا انا حنزل بقى وعدين احنا بنروح فين ده احنا بنروح كافي في الشارع يعني الناس شايفانا الله انا ممعملش يا اخويا حاجة غلق وبعدين تسمعني بقى انا ليه راجل هو صحيح في السيدني بس هو ليه حكم ويتحكم فيه مفهوم انا راح الزيارة بعد بكر هتيجي ولا مش هتيجي جاي طب حسب كده من وشي انا قارب نسيت الفرص عبقى مفتون على غنوة عاليوم اللي شفتكو فيه ما عيش يا راشد ما تزعلش مفتون هي بس حسن الدنيتها وقفت بعد ما عالي تسجل وبعدين دي ملهاش غلنا واحنا برضو نلازم نرعيها شوية نرعيها اه بس ما تقارتصنيش لا تقارتصك باقي مرضو مفيش الكلام ده وهي بس بتتنفس على نفسها شوية مع غنوة يعودوا في كوفي يرغو مش اكتر انت بتحكي على نفسك ولا علي انت اكتر واحدة في الدنيا عرف اختك وعرفها بمغة وغنوة دي تشبه شارع بحاله انا بقولك هو عشان متزعلش مني لو صارت علفة بمغة هاخدك ونمشي من هنا واطلع على جوزة هقوله ان انا خليت بس قلتي منها لا اخويا متوسلش الدرجات دي بردو انا بقولك هو عشان مترجعش اتعايا حاضي حاضي انا هقولي حاضي انزل انت بس الشغلان اللي انت ريحها دي عشان تعرف تزبط ما تدعيش انا بقولك يا راشب انا عايز انزل عشان عايز اجيب حاجة 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 واحدة بس براحت راحت 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 راحتك يا باش طب اه راحت عينالي يا السلام لا كيف هي تلاحيني اهههههه هنا يخليك الايه يخليك الايه يحبت مبسوطة في جوازك يا عسلية الحمد لله يا أبا مبسوطة أنا كنت دخل على الجوازة دي مرعوبة أصلي جوز دا كان شاي بس الحمد لله هو نازل بكرة شغلانة جديدة وبالحلال الحمد لله طيب أنا كنت عاوز أسألك سؤال وتجاوبيني عليه بصراحة يا بنتي هو جوزك يعرف إنك بتيجي تزوريني هنا؟ بصراحة يا بلا أصلي ممكن يزعله طيب يا بنتي ما بلاش تيجي تزوريني وكلميني في الدنيا يا أبا الحسن مات بس أنا لسه بحبه أنا عارفة لأنا بقوله دا ممكن يكون غلط وما يصحش عشان أنا تجوزت بس هي دي الحقيقة ومهما العمر طالبية مش هانسي والنبي يا با ما تحرم ناجح عشان مريحته عندك عشان خطري